السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم على جميع المتتبعات ديالي ديال قناة شفهم ادم سعيد خلاليكم ان شاء الله بصحة والسلامة اليوم نشارك معاكم اهم التحضيرات اللي يمكن انكم توجدوا لك انتم تخدموا الطالبيات ولا حتى لديوركم هكا اللي غادي ينفعوكم في رمضان وغادي يستغلوا لكم الوقت ويخليوا لكم الوقت فاش تقضيوا حويج اخرين ان شاء الله هاد التحضيرات غادي يجيوكم ساهلين وغادي يعجبوكم غادي ينفيدكم بهم هم اللي كتكن خدم بهم وكان خدم بهم ليه كوموند دابا كان كون مرتاحة يعني مليكاس جيني شي كوموند هكا ديال المحشوات فكان نكون مرتاحة لانا دياجا وجدت كل شيء اول حاجة غان شارك معاكم ليهي الفلفلاء الفلفل اللي كنحتاجوا اننا نعمرو بيها نعمرو بيها المحشوات ديالنا مثلا عدنا شي موملاحات دروري غادي تكون فيهم الفلفلاء فكانحتاجوا لهذه الفلفلاء هذي دونك خديت انا الفلفلاء ملونة ولا تقدرو تاخدوها غير لون واحد ولا اللي بغيتو كديروها فطاوات لاننا غادي ندخلوهم الفران سوف نريكم طريقة بالتفصيل كيفية انكم تخدموهم فعنا كندونوهم بشوية ديال الزيت غير واحد شوية غير من الفوق هكا وكنشعلوا الفران درجة الحرارة دياله مية وستين درجة يكون سخون مية وستين درجة يكون سخون مية وستين كندخلوه في الفلفل ديالنا حتى ما نخليوهش تحرق اخواتي فقط كيدرب هذيك الصاد وكنتخلو الفران وكنتخليوها في الفران حتى كي يبرد على خاطره سافي وتانج بدوها انا سوف نشارك معكم انا دهنت هذا باب الزيت فقد ندخلها الفران من بعد كي ماشتوا ما برد الفران في الفلة ديالي كتجيني بها تشكل هذا كنحاول انا ننقيها من الجلوف ديالها شي وحدين غادي يتحيدون ليهم وشي وحدين ما غايت تحيدوش ما شي ضروري انا ننحيدوهم كنحيدوها كاملة كنحيدو ليها الزريعة انا ما تنحيتش بزاف الزريعة انا تتعجبيني الفلفلا كتبقى فيها شية الزريعة ديالها هكذا مهم كنحاول ننقيها بقدر الامكان ننقي الفلفلات بالالوان كاملين انا مش كندي الالوان تيعجبوني في المحشوات كي يجيوزوين اندوك اللوينات كي يبانو بالاخص في المسمن معمر او البطبوط معمر فهنا بعد ما كملت انا اخذ الفلفلا ونحاولو اننا نقطعوها قطع صغيرة نقدرنا ندروها في هذا الهاشوار ديالنا ولكنها ستجن تسمى انها مجدوة ويقولون انها ستجن معمر سكين ويقولون او البعض حتى نحصل على واحد الفلفلا بقدر قطع قطع صغيرة جدا واللي كتجي جميلة فهنا من بعد ما كملت كما تشوفو هاهي سوف نجعلها جانبا حتى نريكم كيف سوف نحتفظ بها في الثلاجة غير في الثلاجة لا ترى المجمد هنا سوف ندوز الجازر سوف نقطعه صغير عندما أخذت الجازر هنا تقريبا 1-3 كيلو أخذته ونقيته من القشور فهذا سوف نحكوه لديه رابو يحكي بسرعة يستعمل الوقت ونعمل بها في طلبية يستطيعون أن تطحنه في الثلاجة ولا تستطيعون أن تحكوه في الجهة الرقيقة يجب أن تأخذ الجزر بذلك لا ترى معي يجب أن تأخذ الشعرية ويجب أن تكون هذا يجب أن تستمر حتى نضحن ونحكي الجزر بالكامل كما قلت لكم لا تقريبا فقط القشور ونغسله ونحكوه فهذا الوصفة سوف نشاركوه معكم ولكن كتاب أني نضع لكم وقتها فأنا نستمر حتى نكمل الجزر بالكامل كما ترون كما ترون في طنجرة كما تلاحظون معي ونحكوه 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 كما ترون بالكامل ونحكوه ونحكوه وكلية تقريباً في المحشوات اضافة تحتاج الى اوضافة بعد أن أتحانت الكمية سوف نعرف كيفية تجيل في الفلاغية نعطي قليلا فرصة لتحاني في العمارة لنعمروا بريوات أو بريوش أو شيء سوف نشارك معكم في طبيعية الحال سوف نستمر حتى نكمل طحين والبصلة بالكامل لنرى التاتيم من بعد هنا كما تشوفون مسالية البصلة ديالي كنديرا تايف شي تنجرة اللي تكون هاك كما كتل السقش باش غير ديك السهوطية ذاك البخار لي كي طيبها ليا ما نحتش انها ها الطيب مزيان ما بغيتاش انا الطيب مزيان باش نحتافض فيها فتلاجة خاصة تبقى فيها واحد ديك الرائحة ديالبصلة صافي باش تبقى ليكم مزيانة فانا درت له شوية الملحة شوية الزيت شوية الكامون ودرتها كتشحى هنا يمكنها الرائحة التالي من بعد برد مزيان خضيت السبيرات التي يكونوا محكميين مزيان في الاغلاق وتنضير فيهم الجزر ديالي شوفو شوية الكمياء لتنضيف اول شي، شوية زيت العود في السبيرات عد بش نوضع فيها المسائل ديالي فهنا غدي نضيف البصل كذلك حتى نقوم بقاطرها على البنات لا يحيدوش الملطة القطرة غزال يأتي في البرايوات رائع تقدروا في بلست الزيترا يأتي غزال فانا نعمروا الصبرات كذلك نديروا البصلة ديالنا من بعد تبقى لنا الفلفلة سوف نجمع واحدة في الصبرات وسوف نأخذكم اخر شيء لكي تحتفظوا بهم ان شاء الله وما يخسروش لكم وتبقى فيهم البنة غزالة حتى الشهر وهما عندكم في التلاجة هنا الفلفلة ديالي تاية سوف نرى اللوينات الألوان الأحمر الأصفر الأخضر يأتي اللوينات فهنا سوف نديرها في الصبيرة من بعد تكون سقطرات الماء سوف نحيد ذلك الماء ونجمع واحدة شوية سوف نحيد الماء من بعد هنا البنات سوف ندير لها المعطرات أو المنسيمات فهنا اول شيء قدرت سوف ندير الفلفل الحار حميرة من بعد سوف ندير بعض الأعشاب المنسيمة سوف ندير الأعشاب المنسيمة أو الأعشاب المنسيمة سوف ندير في القناة فهذه البصلة جافة البصلة كارمة سوف ندير كل شيء يتباع على البنات سوف ندير هذا الشيء كاميرا سوف ندير سوف ندير بعض الأعشاب المضاق رائع فهذا الشيء سوف نحتفظه في الثلاجة من بعد سوف ندير زيتون كما تلاحظوا بذلك سوف ندير الملحة لأن طالبيات مثلا من المنسيمة لا تدير الملحة ونحن ندير الملحة ونحن ندير الملحة فهنا نحرق كل شيء حتى يدخلهم تلك المكونات التي درنا لهم رائحة واعرة ما شاء الله فهنا سوف نجمع الصبيرات هنا يجب علينا سهل لدينا شيء طلبية وليس شيء معمر سهل نجبدو ونخلطوا المكونات نضيف لهم سوى الكفتة أو طول أو أي شيء سوف ندير الملحة ثم نغطي الصبيرات ونحكم لهم الإغلاق جيد طريقة الحسفات نديرهم في الثلاجة لا الجهة العلية في الثلاجة التي تكون قريبة للثلاجة نضعهم فيها ونجدهم وقت ما نريد نتمنى الفيديو أعجبكم لا تنسوا شكرا 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 شكرا